أكد صاحب السمو الملكي الأمير السلمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القادة العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية مواصلة تعزيز الاهتمام بالكوادر الوطنية الشابة وتمكينهم التمكين الصحيح المبني على الثقافة المعرفية والتي تؤهيلهم للاستمرار نحو التنمية المنشودة للوطن من خلال خلق البيئة المحفزة لذلك بمواكبة أساليب التعليم الحديثة المعتمدة على الإبداع الفكري والعمل على تطوير منظومته والتحول السريع في أساليب التعليم لتكون أكثر اعتماداً على التعليم المعرفي القائم على البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة جاء ذلك لدى زيارة سمو حفظه الله اليوم إلى جامعة خليفة في أبوظبي وكان في استقبال سموه لدى وصوله الدكتور عارف الحمادي مدير جامعة خليفة حيث أشهد سموه بما تبديه الجامعة من اهتمام وحرص على تعزيز أهمية الجودة والابتكار لدى الطلبة الدارسين فيها وذلك بفضل سيرها على الخطى والأهداف المرسومة لها منذ إنشائها قبل تسعة أعوام منوها سموه بأن المخرجات التي أسفرت عنها الجامعة والمتمثلة في براءات الاختراع ومراكز الأبحاث المتخصصة يؤكد مدى الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان من خلال سعيها إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز تكنولوجي مدفوع باقتصاد معرفي مستدام إلى جانب التزام الجامعة في العمل على رفض وتمكين الشباب الدارسين فيها من بلوغ الأهداف المعرفية الحديثة وخلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أطلع مدير الجامعة سموه على الخطط والأهداف التي تسعى جامعة خليفة لتحقيقها والأساليب العلمية الحديثة التي تشجع على الإبداع والابتكار والبحث العلمي الحديث كما تجول سموه في صرح الجامعة وأقسامها المختلفة وأشاد بما رأاه سموه من تطور تكنولوجي ومعرفي تحاول الجامعة الوصل إليه من خلال إدارتها وهيئاتها الأكاديمية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة